اشتركوا في القناة خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ومعالي الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير الديوان الملكي وفي مستهل اللقاء وجه جلالته ويده الله إلى استكمال إعداد المخططات العامة للمدن الجديدة لزيادة مساحة المناطق التعميرية لمملكة البحرين على أن يتوافق التخطيط مع الوضع الطبيعي لتلك المناطق وتأمين التنقل المتكامل والمستدام وتأمين التنقل المتكاملات العامة للمناطق الجديدة مشاريع سكنية وسياحية وصناعية ولجستية لخلق فرص استثمارية مميزة وتنفسية كما شد جلالته بمبادرة المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيزة لسعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والخاص بقيام صندوق الاستثمارات العامة لتأسيس خمس شركات إقليمية تستهدف الاستثمار في عدد من الدول العربية ومن بينها مملكة البحرين معربا جلالته عن شكره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله وسمون العهده على هذه المبادرة التي تعزز وتسهم في دعم أفاق العمل المشترك والشراكة الاستراتيجية ودفع التعاون الوثيق بين البلدين قدما في مختلف جوانبه الاستثمارية والاقتصادية والتنموية مؤكدا جلالته اعتزازه بيواصر العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع بين المملكتين وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين واثنى جلالته حفظه الله على نتائج الطيبة للزيارة الرسمية التي قام بها أخوه صاحب الجلال السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة للمملكة الأسبوع الماضي والمباحثات المثمرة التي أجراها مع جلالته وما شهدته هذه الزيارة الناجحة من التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتي سيكون لها المردود الإيجابي على مسيرة العلاقات الثنائية المتميزة بما يختم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين وتطرق جلالة العهل المعظم إلى الزيارة الرسمية والتاريخية المرتقبة لقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان وكذلك زيارة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لمملكة البحرين بدعوة كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ومشاركتهما في ملتقى البحرين للحوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني الذي يعقد تحت رعاية جلالته وأكيدا رعاه الله أن هذا الملتقى الهام يرسخ السمعة الدولية المرموقة التي تحظى بها البحرين والدور الحضاري والإنساني الذي تميزت به على مر العصور في نشر التسامح والتعايش الإنساني وتعزيز الحوار والتقارب الحضاري بين الأديان والثقافات من أجل خير الإنسانية جمعا ترجمة نانسي قنقر